اشتركوا في القناة ومشاهدت الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد خلال السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان كما تم التوافق بهذه المناسبة على تدشين منتدى أعمال مشترك بين الجانبين وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية أعرب رئيس السيسي عن سعادته البالغة باستقبال الرئيس القبرصي نيكس خريس ديليس والترحيب أيضا بزيارته الأولى لمصر بعد انتخابه رئيسا لقبرص وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على همية الإعداد الجايد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين كما أكد على ثوابت رؤية مصر المبدئية إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط وكذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ورفض اتخاذ خطوات أحدية من أي طرف وأكد رئيس السيسي أنه أطلع نظيره القبرصي على مساعي مصر المستمرة للتوصل إلى تسوية عادلة لقضية سد النهضة والتوصل إلى الاتفاق قانوني وملزم لملء وتشغيل السد اقتحمت القوات الإسرائيلية مجددا المسجد الأقصى لإفراغه من المصلين المعتكفين داخله وأطلقت القوات الإسرائيلية قنابل صوت لتفريغ المسجد من المصلين واعتدت على بعضهم وذلك في أعقاب مواجهات بين القوات الإسرائيلية والمعتكفين في المسجد فجرة الأربعاء أسفرت عن إصابة عشرات الفلسطينيين هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس المحتلة وذلك بطلب أردني فلسطيني مشترك وبالتنسيق مع الإمارات والصين بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية باترا أعلنت النقابات الفرنسية فشل المحادثات مع رئيسة الوزراء إليزابيث بورن حول إصلاح نظام التقاعد وقال بيان النقابات إنهم أكدوا خلال الاجتماع مع بورن ضرورة سحب قانون تعديل نظام التقاعد هذا وتشهد فرنسا اليوم موجة جديدة من الاضطرابات ضمن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة لإجبار الحكومة على العدول عن قانون رفع سن التقاعد قالت وزارة الدفاع الصينية إنه تم وضع الجيش في حالة تأهب قصوى وذلك بعد اجتماع رئيسة تايوان ساي انغوان مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي كما نددت وزارة الخارجية الصينية بهذا اللقاء مؤكدة أن بيكين ستتخذ تدبير حازمة وفعالة لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها في أعقاب التواطئ الخاطئ بشكل خطير بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان لانا وصلنا إياكم إلى الختامة لمزيد بالأخبار يمكنكم دائما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمامكم على الشاشة شكرا جزيلا للحسن المتابعة كان معكم أيديو سري في أمان الله